ألقى أندريس بريفك تحية اليمين المتطرف عند دخوله إلى قاعة المحكمة التي أصدرت حكمها عليه بالسجن لمدة 21 عاماً لارتكابه أعمالاً إرهابية حضر جلسة النطق بالحكم أقارب الضحايا وأعلنت القاضية أن قرار السجن اتخذ بناء على القانون 39 جنائي والقاضي بحبس المتهم لمدة 21 عاماً أمضى منها قرابة الأربعمائة يوم ويمنسة تيدن فراغور 445 داقر فور وارتكس فنسل بريفك الذي استمع إلى الحكم مبتسماً وصفته المحكمة بأنه مسؤول عن أعماله كما تنص العقوبة على أن لا يقضي بريفك أقل من عشر سنوات في السجن ما يعني أنه لن يتمكن خلال هذه الفترة من طلب الإفراج المشروط عنه هذه العقوبة هي أكبر عقوبة وفق القانون الجنائي النرويجي إلا أنه يمكن تمديد هذه المدة فيما بعد كل خمس سنوات إذا أقر القضاء بأن بريفك يمثل خطراً على أمن المجتمع بريفك سيعيش في السجن حياة ترف يحسده عليها بقية السجناء